السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث المتوسط درس جديد أقدم لكم عن النماذج الوزارية وطريقة الإجابة عليها اختارت لكم عشرة من الأسئلة الوزارية الآن أقدمها وطريقة الإجابة عليها نمبر وان ذا نيل النيل نقصد به نهر النيل is there هو long أطول river نهر in the world بالعالم طبعا المنطوق السؤال المفروض يكون موجود ما موجود بالطباعة اللي هو correct the adjectives معناها صحح الصفة الصفة يقصد بيها اللي between practice بين الأقواص لما عزيز الطالب تريد صحح الصفة أولا تنتبه إلى عدد مقاطع الألة long بمعناها طويل لنعتمد مقاطع الألة حسابها على حروف الألة حرف الأو من حروف الألة إذن نعتبرها صفة مكونة من مقطع الألة واحد وأنا هذا الدرس شرحته ضمن حلقة خاصة بصفات المقارنة إذا long صفة مكونة من مقطع الألة واحد بالمقارنة نضيف لها الحرفين er في النهاية وفي التفضيل نضيف est في النهاية لكن على ماذا تعتمد بالإضافة حتى تقرر أنه نضيف صفة تفضيل أو صفة مقارنة هو يطلب من عندك صحح الصفة ياترى التصحيح للمقارنة لو للتفضيل إذا وجدت the قبل الفراغ إذن تصحيحك يكون على أساس التفضيل تحول الصفة إلى صفة تفضيل فlong اضيف لها est وتحولها إلى صفة وتصبح longest صفة تفضيل number two I lost أنا فقدت my wallet حقيق محفظتي in the mall في الأسواق فقدت محفظتي في الأسواق إذا تنتبه عزيز الطالب الجملة مكونة من الفاعل I lost هو الفعل my wallet محفظتي مفعول به in the mall في الأسواق اللي نقصد بيها تكملة الجملة جملة متكاملة عدنا فولستوب نقطة ما بين الجملتين لازم نعرف شن المطلوب من عدنا هو اختيارات منطينا choices بين الأقواس على أي أساس نعتمد هذه الاختيارة ما بعد الأقواس نجد my wallet محفظتي موجودة مباشرة بعد النقطة هذا شن معناه الآي الفاعل مموجود lost الفعل مموجود معناها بعد النقطة بادي مباشرة بي المفعول به فإذا وجدت جملة تبدأ مباشرة بي المفعول به معناها الجملة هذه جملة مبني للمجهول جملة مبني للمجهول شن الدلائق دليلنا عليها إنه وجدنا المفعول به هو في مقدمة الجملة قانون المفعول به إذا تقدم في البداية حتى تتحول إلى مبني للمجهول طبعا نعتمد الجملة الأولى المبنية للمعلوم I lost فاعل وفعل بزمن الماضي هذه lost فاعل بزمن الماضي للفعل الأصلي اللي هو lost يفقد بما أنه فاعل وفعل بالماضي إذن جملة بزمن الماضي فحتى تكون عندي جملة مبنية للمجهول نقدم المفعول به ثم نضيف was aware والتصريف الثالث للفعل my wallet والمفعول به متقدم إذا أختار lost مجرد خطأ لماذا؟ لأن قاعدة المبنية للمجهول was aware ثم التصريف الثالث للفعل إذا أختار was lossing إنه فعل ومضاف له ing هذا خطأ لماذا؟ لأنه was مع فعل مضاف له ing هذا قانون وقاعدة خاصة بالماضي المستمر إذن الاختيار الصح was lost هذا هو الاختيار الصحي was مع تصريف ثالث للفعل لأن الفعل lost يفقد اللي بالأصل بيه E بالأخير حرف E ماضية وتصريفه شاذ بحرف T هذه ماضية وتصريفه بحرف T نمبر ثري which is فراغ fastest living things أي fastest الأسرع loving things الأشياء التي تعيش في الطبيعة طبعا هذا عندنا سؤال عن الفالكنز السقور من الأشياء من أسرع الأشياء التي تعيش في الطبيعة إذا نأتي على choices الاختيارات ما موجود عندي more و the most و the الفراغ اللي موجود عندي ما بعده موجودة صفة اللي هي fastest fastest صفة مكونة من مقطع اللي واحد هي fast بالأصل هذه هي الصفة fast فقط حرف الأي موجود بها اللي نقصد بيه مقطع اللي واحد هذا المقطع اللي الواحد هذا الصفة ما طول موجودة صفة مكونة من مقطع اللي واحد ما يجوز أستخدم مور قبلها لأن المور تأتي قبل الصفات المكونة من أكثر من مقطع اللي ولا يجوز أستخدم the most لنفس السبب إذن أستخدم the لأنها صفة مكونة من مقطع اللي واحد ومضاف لها في الأخير est فيكون الإختيار الصحيح the number four يوز استخدم قاعدة ايد لتعبر your preference تفضيلك concerning فيما يتعلق playing tennis بلعبة التنس طبعا طلاب نعزة طلاب الصف الثالث أتمنى تركزون على اليوز أحيانا تجدوها في مقدمة السؤال وأحيانا تجدوها في نهاية السؤال فما عليكم غير أنه تأخذون ما بين القوسين ما بين القوسين تضعوه في مقدمة الجواب هذه أولا ما موجود في السؤال هذا كله يحذف ويهمل ما عليكم بي تجدون ما بعد concerning بعد concerning اللي مقصود بها فيما يتعلق تجدون الفعل والتكملة هي هذه اللي تحتاجوها فقط إذن تختارون اللي بين القوسين وتختارون ما بعد concerning هذا اللي تختاروه حتى تكونون جملة متكاملة بالوزاري إذن وضعنا idlove ما بعد concerning شن اللي عدكم عدكم playing tennis لعبة tennis نزلوه بالجملة هسه بعد ما نزلتو تجون تعدلون idlove قاعدتها إنه تأخذ to مع فعل مجرد إذن شن دوركم الآن تضيفون ورا idlove to والplaying تحذفون ing وتجردوها فقط كله موجود عدكم idlove موجودة والplaying تستاخذوها من نفس السؤال فقط تضيفون to وتحذفون ing وتجردونا للفعل number 5 she is short هي قصيرة ما بعد الفلسطوب النقطة she هي is furag short هي قصيرة make the sentence اجعل الجملة more polite بشكل أكثر تأدبي الآن الجملة نركز بيها ونناقش الجملة الأولى الفاعل نزل إلك بالوزاري كما هو الفعل المساعد جدا ضروري جدا ضروري إذا الفعل المساعد نزل إلكم مثبت كما هو إذن معناها إنه الجملة تبقى مثبتة بأسلوب مثبت وإذا نزل الآز معناها يطلب منكم إنه تستخدمون قاعدة عكس الصفة إنه تعكسون الصفة تعكسون الصفة يعني لو منطيكم بالوزاري إز معناها لازم تضيفون وإز وتعكسون الصفة بما إنه منطيكم هو الإز ومبق الصفة كما هي إذن معناها يطلب منكم إنه الجملة تبقى مثبتة إنه الإز تبقى كما هي والش تبقى كما هي ما تغيروها إذن الطريقة الصحيحة فقط تضيفون أبت فقط تضيفون أبت لماذا؟ لأن الإز باقية مثبتة والش الصفة باقية كما هي number six if إذا هذه أداة شرطية إذا I had lost أنا امتلكت lost of الكثير من مني النقود I أنا باي أشتري a new car سيارة جديدة أدنا اختيارات اللي would will am هذه الاختيارات اللي موجودة عدنا حتى نختار أحد هذه الاختيارات طبعا تعتمدون بالجواب على الجملة اللي منطيكم إياها بالوزارة ما بيها فراغ هذه الجملة اللي بيها فراغ هذه هي الجملة اللي المفروض علامة استفهام بالنسبة لكم يعني مكونة لكم سؤال أي الاختيار أما الجملة المساعدة لكم هذه هي الجملة اللي ما بيها فراغ ولا بيها اختيار شلون تكون مساءدة انه بالنسبة لصف الثالث ما بعد if عدكم زمنيا اللي هو المضارع البسيط والماضي البسيط بعد if الفاعل وما بعد الفاعل الفعل هو اللي يحدد لكم اذا كانت الجملة مضارع او ماضي الجملة اذا نجي للفاعل i اذا كان موجود عندي الفعل مجرد معناها جملة مضارع بسيط واذا كان عندي فاعل مفرد وفعل مضاف له اس الشخص الثالث معناها جملة مضارع بسيط واذا الفاعل مفرد او جمعه بعده فعل ماضي اذا جملة بالماضي هذه الهاد دالة على الماضي اذا هذه جملة بزمن الماضي اذا كانت الجملة بعد if بزمن الماضي اذا يجب تكون الجملة الثانية عبارة عن ويد مع فعل المجرد لو كانت الجملة هنا بالمضارع البسيط كان استخدمنا ويد والفعل المجرد لكن بما انه ماضي استخدمنا ويد والفعل المجرد المجرد نمبر سبن هلة نقصد بيها مدينة الحلة محافظة الحلة اللي موجودة في العراق بابل ازغرينار اصبحت خضراء اكثر بشكل اكثر ذان بمعناها من فراغ بي اذا تستخدمون اتيوستو طبعا ادنا قاعدة ثالثة بالمقارنة هنا ثلاث قواعد واحدة قاعدة الذان والثانية قاعدة الازاز والثالثة قاعدة it used to be لازم تتوفر عدكم it used to be اربعة البي موجودة اصلا بالجملة اذا تستخدمون it used خطأ لازم عدكم بعد موجودة to حتى تكون كاملة اذا تستخدمون it was used هذه ما موجودة عدكم القاعدة it was used ما موجودة عدكم اذا الاصح هي it used to متوفرة بيها كل الشروط it used to بالقاعدة تكون كاملة فتكون هي الجواب الصحيح number eight express عبر your dislike عدم حبك عدم رغبتك concerning فيما يتعلق flies الذباب طبعا هذه dislike بس اريد شوية تركزون بيها اكو فرق بينها وبين ال preference اللي الطلاب تمزج ما بين الموضوعين ال preference I'd love I'd like هالشكل تستخدمون القاعدة اما dislike عدم حبك عدم رغبتك بالشيء معين كرهك له تستخدم اما hate او تستخدم don't like هذا المنطوق السؤال كل يحذف كل شيء ما تاخذون من عنده فقط الاسم الموجود واذا كانتكم فعل تستخدموه فقط تستخدمون بالجواب اما I hate ثم الاسم الموجود او I don't like انا لا احب والاسم الموجود انا اكره الذباب او انا لا احب الذباب اذا يتبادر الى ذهنكم سؤال لماذا لم نضع I N G لان قاعدة I hate و I like I don't like مضاف لها I N G للفعل نعم صحيح اذا فعل نضيف له I N G لكن flies الذباب هي اسم اسم لحشرة فما يجوز ان نضيف لها I N G اذا مباشرة I hate او I don't like ومباشرة نضع الاسم بعدها number nine نقطة تاسعة 15 five till the time اخبرنا الوقت طريقتين اللي اخبرنا الوقت بالطريقتين اثنين هم تحتاجون انه رقم الساعة هذا اللي يكون بالمقدمة اذا كان اكثر من 12 يعني 13 فما فوق الى حد الاربع وعشرين تنقصون منها رقم 12 فاول ما تكتبون تكتبون it is هذه ضرورية تذكروها it is نقصون الى 15 12 يطلعتكم 3 رقم الساعة 3 ما بعتها 5 it is 3 5 هذه طلعت عندي رقم الساعة طبعا لو كان رقم الساعة 12 تذكرو it is 12 لو كان رقم الساعة 10 تكتبون it is 10 يعني ما تطرحون من عنده ما تقدرون تطرحون منه فقط اذا كان اتكم رقم الساعة من 13 13 و 14 15 فما فوق الطرحون من 12 فقط في هاي الحالة هاي الطريقة الاولى طريقة الثانية ايضا احنا اتفقنا انه نكتب it is في البداية طريقة الثانية هي انه تذكرون الدقائق ثم الساعات الدقائق كم 5 الساعات كم طبعا هنا الساعات اللي مفروض الطالب ينتبه لها it is past هذه 5 past و 3 الخامسة يعني 5 دقائق بعد الساعة الثالثة طبعا هاي طريقتين بيها اما نكتب past واذا كانت بعد الساعة عندي بعد رقم 31 يعني بعد النصف نذكر 2 واذا ذكرنا 2 هاي الساعة لازم نزوتها بعد الساعة يعني الثلاثة تصبح اربعة انا عندي الطريقة هذي الاولى هي الاسهل بالنسبة لكم number 10 اخر نقطة a mouse الفقر is not ليس فراغ ارات jord الاختيارات اللي موجودة bigger اللي هي طبعا الصفة بالاصل هي big ضاعفنا الحرف الاخير لانه مسبوق بحرف الا واحد واضفنا er نفس الصفة مضاعفة الحرف الاخير واضافة est اضافة er دالة على المقارنة اضافة est دالة على التفضيل اما هذي الاختيار الثالث as big as ما بين as as صفة مجرد هذه معناها القاعدة انه نختار صفة المقارنة باستخدام از از وما بينهم صفة مجرد متى متى استخدم هذه القاعدة اذا وجدت بعد الفاعل او بعد الاسم اللي اريد اقارن بي is not من فيها هاي not كلش ضرورية اذا وجدت not من فيها معناها نستخدم قاعدة الاس از وما بينها صفة مجرد لو كانت مثبتة موجودة هذه الاس ومثبتة وجدنا نستخدم التفضيل لو كانت الاس موجودة مثبتة بدون النات والذان موجودة بعد الفراغ نستخدم لكن بما انه عندي نات فالنات تحددني وجود النات معناها نستخدم قاعدة از از وبينهم صفة مجرد اتمنى منكم طلاب العزاء انه دونتوا الملاحظات اللي ذكرتها اثناء الشرح للاجابة عن النماذج الوزارية اتمنى لكم كل التوفيق اتمنى لكم النجاح واي سؤال او استفسار ممكن ان ضيفو ضمن تعليقات الخاصة بقناة اليوتيوب او تدخلون على قناة التليجرام وتتواصلون معي شخصيا على بوت التواصل معكم اتمنى لكم كل التوفيق وشكرا جزيلا لكم